إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في درس جديد في قناة العمل نارفوك في اليوم سنقوم بتحليل البيتكوين لكن قبل البدء أدعوكم من الاشتراك في قناة تليجرام المجانية هذا هو الرابط أضعه لكم في صندوق الوصف في هذا القناة نضعه آخر عروضنا وآخر عرضه ودورتين بسعر دورة واحدة تحليل موجير برايس أكشن 34 فيديو مسجل 25 ساعة من المعلومات فقط ب197 دولار يمكنك الاشتراك من الرابط الذي سأضعه لك في التعليقات ورابط تليجرام ورابط تليجرام خذوا الرابط كاملا ولا نقبل الدفع بالكريبتو فقط الحساب البنكي أو بايبال انتبهوا من هذا الأمر انتبهوا من هذا الأمر هناك الكثير من يريد النصب عليكم كذلك في هذا القناة المجانية نضعه أرباح شهادات المشاركين في دوراتنا التدريبية أرباحهم يعني الحمد لله أمور قوية وقوية جدا تدول على قوة دوراتنا التدريبية لا تنسوا الدابي للموقع ببرويف تريدر دوت كوم في هذا الموقع هناك مقالات وليدكم أن تقرأواها للمبتدين وكذلك كتب للمبتدين يمكنكم تحملها مجانا مثل دليل أساسي لشمالية بني فقط يضغط على إبداع المجانا دائمي لك الخاص وتلصلك الكتب لأيميلك الخاص تحذير التداول من خطيرا يمكن أن تغسلك أموالك لذلك كل ما نقوم به في هذا القناة ودى مغزة تعليمي وتثقيفي مئة بالمئة لا نعطي لا نصائح مالية ولا استثمارية إذا ضغطت على زر شرع البيع فأنت المسؤول مسؤولة أنت معا قراراتك قناة العملية في الأكاديم لا تتحمل أي مسؤولية البيتكوين ووو ماذا يقال البيتكوين البيتكوين نزل البيتكوين نزل يعني عادة من هناكم استفدتم منها والله ينعطيكم والله ينعطيكم أسرار وأمور لن تجدوها في أي مكان لاحظوا لاحظوا كمية الفائدة يعني إذا استغليتم هذه المنطقة لاحظوا يعني وإذا حولتم وقف الخسر الآن يعني لا أظن أن السعر سيرجع ليلميس البيتكوين المهم ما علينا ليلميس وقف الخسر عفوا إذن عندما حللنا إذا تذكرتم كنا قد حددنا هذه المنطقة منطقة بعدلو 50.959 دولار هنا منطقة يمكن أن يرتد منها السعر لماذا؟ لأنني أتوقع أن هذه الموجة الأولى وهذا هي الموجة B للتصحيح وهذه الموجة الأخيرة للتصحيح قد تنتهي عندك سرق ما تنتهي بنيتها ويصبح لدينا ماذا؟ regular flat هذا يسمى regular flat للنزول أفضل منطقة لتوقع النزول هي هذا النطاق الذي حدثنا على فريم الساعة أفضل منطقة هي هذه المنطقة لاحظوا هذه الشمعة القوية التي كسرت بقوة هذا نطاق هذا النطاق هنا وهذه الشمعة قوية هذه أفضل منطقة للدخول وكسب الأرباح تلاحظون الآن يجب تحول لكم الخصارع لقد قرأت قرأت تعليق يعني الأخي كتب البيتكوين طار وأنت لازلت تحليل عملات أخرى يعني لقد وضعت عملات تحليل عملات وهو كاتب لي في تعليق البيتكوين طار وأنت لازلت تحليل عملات أخرى يا أخي ما أنا اللي قلت لك أن البيتكوين رح يطير للأسفن وحللت أمس وعطيتك تحليلي ماذا تريد؟ تريد أن نحلي لك كل خمس دقائق لبيتكوين يعني يعني والله هذا ارتقي أخي ارتقي بتفكيرك شوي ارتقي بتفكيرك شوي طيب الآن ماذا لدي؟ الآن أي تصحيح هو للدخول أي تصحيح هو للدخول أي تصحيح وللنزول تصحيح نزول تصحيح نزول إلا أن تكتملاتي الموجة نحن الآن في موجة دافعة ربما نحن الآن في موجة دافعة هل يمكن لهذا التصحيح أن يكون معقدا أكثر؟ ممكن ممكن احتمالية لأن يكون معقدا قليلة لكن ممكن ماذا أقصد بأن يكون معقدا؟ أن يكون لدينا تصحيح كبير هنا يعني مثلا هذه الموجة الأولى ثم تصحيح ثم موجة تانية بعد ذلك يأتي بقوة إلى هذا المنطقة ثم يعود بطريقة تصحيحية ثم يعود من رأي هنا بقوة ثم يسعد ويكتمل هذا التصحيح ثم طلع ينزل ويكون تصحيحا كبيرا والله ممكن تبعوا من هذا الأمر ممكن بالتالي كما قلت كانت منطقة كان يجب أن تكون قناصا أفضل منطقة هي هذه المنطقة بعد ذلك سيهرب الساعة سيهرب الساعة الآن تأخذ أرباحك تحولك في الخسر لأن أصلا هذه الصفقة أو هذا النزول هو فقط نزول نزول مؤقت لأن لأن الاستثمار أو لأن توقعنا للبيتكوين هو للصعود عندما تكتمل هذه الموجة عندما تكتمل هذه الموجة التي هي هذه الموجة عندما تكتمل هنا هنا إذا حدث لنا نقص في زخم هذه الموجة الهابطة زائد نطاق زائد كسر النطاق بقوة دخول بيك بوي هذا يقول لي سعود إلى مستوى المائة أرف دولار أو أكثر تلاحظون إذا كان هذا تصحيح سينزل بيتكوين إلى هذه المنطقة أو قد ينزل حتى إلى هذه المنطقة ومن هنا كذلك إذا كسر أبحث عن الموجة دافعة تصحي وهذا هو صعود لكن أن يكون هناك نقص في زخم هذه الموجة ونقص في زخم هذه الموجة انتبهوا من هذا الأمر بالتالي على المدى الطويل البيتكوين للصعود ليس للهبوط لكن يجب أن يكمل هذه الموجة يجب أن تكتمل بنيتة هذه الموجة هذه الموجة زرية لم تكتمل بنيتها. قد تكون على شكل اي بي سي قد تكون على شكل لادري. يعني نعم ربما اي بي سي. يعني هذا هو الشكل اللي ممكن تكون عليه. اي بي سي هكذا. ثم يسعد او اي بي سي الى هنا ثم يسعد. بالتالي انتبهوا. انتبهوا. يعني هذه ليست ليست اه واو يعني ليست صفقة واو. فقط فقط للعب بعض الشيء. فكل من استفاد يعني ياخد ارباحه. لانه نحن في تصحيح والتصحيح يكون صعب. هل ممكن ان تكون كما قلت ان يكون هذا تصحيح كبير? ممكن. يكون هذا مثلا ممكن يكون ويسعد بعدين ينزل. ممكن. او ممكن كما قلت يأتي لهنا ثم يسعد يكسل القمة ثم يعود ثم يسعد للنزل ليكون هذا تصحيح اكبر. تكون ثم تصحيح لهذه الموجة. ممكن. لذلك انتبهوا. انتبهوا. اي اي دخول او اي اي صفقة دخلتموها تعرفون ان انا اعطي توصيات. لكن اذا دخلت باستعمال استراتيجياتك. وحققت ارباح تدخل وتخرج. لا تبقى في الصفقة. لانك في تصحيح. عندما يكتمل اعطي التصحيح وينزل السعر لهنا. اه هنا اذا اعطتك فرصة للصعود. اه هذا استثمار رائع. للبيتكوين. لكن الان فقط النزول. والحمد لله ده ما توقعنا. وقلنا ان هذه المنطقة هي جدار. قلنا ان هذه المنطقة هي جدار. كلما صعد البيتكوين سيتم انزاله. كلما صعد البيتكوين سيتم انزاله. الا اذا صحح فوق هذا الجدار. هذا يعني السعر. هذا لم يقم به. لان دايما نقول لكم اذا اعطنا الشروط. الشروط التي تم اعطاوهنا هي للنزول. وبالفعل لاحظوا هذه الموجة كيف هي قوية. وهو مستمر في النزول. اتمنى انكم استفدتم من البيتكوين. اتمنى انكم استفدتم من البيتكوين. اتمنى ان طريقتنا تعجبكم وتستفيدون منها. إذا أردتم استغلال عارض دورتين بسعر دورة واحدة ما عليكم إلا الاشتراك في دورتنا التدريبية انطلاقا من تحدث معي عبر هذا الرابط رابط تليجرام خذوا الرابطة كاملا نحن لا نقبل الدفع بالكريبتو من طلب منك الدفع بالكريبتو نصاب أنا أكرر أقولها وأكررها انتبهونا الآن نحن نستعمل فقط الحساب المنكي أو بيبال حتى نظهر لكم هويتنا حتى نظهر لكم هويتنا حتى تضمنوا حقوقكم إذا كان هناك أي مشكل لا تنسوا أن تفرجوا لايك دعوا تعليقاتكم على سفر الفيديو ولا تنسوا أنا المعرفة الكاذب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشكر الأخ ويسام على هذه الدورة المهمة جدا والآن صح كل من يريد تعلم التداول بصفة عامة له بدورة التحليل الموجي لأنها دورة تعطيك المنطق تعلمك المنطق وتعلمك حركة السوق ويكفيك أنك تعرف متى تدخل وتخرج من السلقة السلام عليكم معاكم رامي من الجزائر مبتدئ في مجال التداول اشتركت في دورة ويسام على التحليل الموجي اللي فادتني بزاف بزاف يعني فيها معلومات جيد قيمة اللي مرقيتهاش في اليوتيوب ولا في الدورات الأخرى اللي كانت متوفرة في نترنت وهذه هي يعطيه الصحة والسلام عليكم السلام عليكم يعطيك ألف عفية أخي ويسام أنا حابب تشكرك كثير على دورة التحليل الموجي بالحقيقة هي دورة كثير مفيدة وكثير مهمة وأي واحد يشتغل بعالم الفوريكس أو البورصات بشكل عام لازم يطلع عليها الحقيقة أنا لسه خلصت منها بس أول ست دروس بس فعلا كان فيها معاكم معلومات كبير ومشروح بطريقة سهلة ومبسطة ومفهومة للجميع فشكرا جزيلا إليك ويعطيك ألف عفية